صباح الخير وأهلا بكل حضراتكم كل مشاهدي اليوم السابع في كل مكان وصل اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض وسيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة التي تتضمن ثوابط الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبدلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطار فضلا عن الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القصة الشرقية بتأكيد أنه علاقات ثنائية متميزة راسخة على مر العصور بين مصر والمملكة العربية السعودية تتطور مع الزمن وتواكب التغيرات العربية والعالمية على حد سواء لتظل قادرة على السمود ومواجهة أي نوع من الأزمات مرة تانية مشاهدين الكرام وصل اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض وسيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق فضلا عن الحفاظ على الثقوق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية يعني مشاهدين بالتأكيد أن الصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة وما تنذر به من حرب إقليمية يمكن أن تؤثر على أمن استقرار الشرق الأوسط القاهرة والرياض قررت منذ سنوات وضع المستقبل هدفا نصب عين هما ولعل رؤية 2030 لكل من هما بتحمل في بنودها هذا المفهوم بشكل واضح فالتنمية والاستدامة والإصدهار وتحقيق الرخاء للشعوب هو المحور الأساسي على مدار صفحات الرؤيتين طيب خليني أقول لحضراتكم أنه بتنطلق فعاليات القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض اليوم وده بيكون كمان بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدولة العربية والإسلامية لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفا عربيا إسلاميا موحدا في مواجهة التدعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة تهدف القمة التي تعقد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة إلى متابعة نتائج وتوصيات القمة السابقة وموصلة جهود وقف إطلاق النار وتسهيل إصال المساعدات الإنسانية العجلة بالإضافة إلى مناقشة استمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان تأتي القمة العربية الإسلامية أو قمة المتابعة امتدادا للقمة التي استضافتها الرياض في الحادي عشر من نوفمبر الفين ثلاثة وعشرين والتي شهدت حضور قادة أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية أيضا يعني فيه سياق متصل تستضيف الرياض اليوم اجتماع أو كانت تستضيف الرياض اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية أمس برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية حسين إبراهيم طه والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي لبحث استمرار العدوان الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والحين وفق الوكالة الرسمية لألام لبنان فإن ميقاطي سيطلب من الدول المشاركة في أعمال القمة دعم لبنان ومساعدته من أجل الصمود في ظل ظروف الحرب الغاشمة التي يعيشها والإبادة التي ينتهجها العدو الإسرائيلي بحق البشر والتراث والتاريخ بالإضافة إلى المطالبة بالضغط الدولي على دول القرار لوقف هذا العدوان ووضع خد للإبادة والمجازج يعني مرة تانية وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمملكة العربية السعودية شقيقة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة بالرياض وسيلقي الرئيس كلمة مصر أمام القمة التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع إنجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق فضلا عن الففاظ على الفقوق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولتهم المستقلة على حدود السابع سبعة وستين طيب يعني من الرؤية طبعا بالتأكيد أنه بيتضح لنا أن الزيارات واللقاءات متبادلة بين يعني البلدين وأيضا بين مسؤولي البلدين كل هذا بيؤكد على التنصيق وعلى العلاقات المنتدة والحرص على يعني تحقيق التنمية والرخاء والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في النهاية كل هذا بيضمن علاقات ثنائية جيدة مستمرة تتنامى باستمرار والعلى الحقيقة كمان يعني زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة هي الأهم في التاريخ وزي ما كنت بقول حضرتكم أنه الزيارات المتبادلة على مدور السنوات الأخيرة ونظرا لتوقيتها الذي يأتي في ظل صراعات محتدمة بتشهدها المنطقة من شأنها التأثير على الشرق الأوسط بأكمله وطبعا التأثير على البلدين فهذا بينم عن قوة العلاقات وتنامي هذه العلاقات بشكل مستمر دي كانت أبرز التفاصيل عن وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للمملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية والمنعقدة في الرياب بالتأكيد أنه على مدور اليوم هيكون لنا مع حضرتكم متابعات كثيرة بنتابع فيها أبرز التفاصيل الفصل بهذه القمة بشكر حضرتكم على المتابعة وكونوا معنا دائما على شاشة اليوم السابع